ويرسم الابتسام على وشوش المصريين خمسة ومن هنا رسالتي لفريق النادي الاهلي انت قدامكم مهمة صعبة بس انا عارف انكم قده مش بس عشان المتشاة اللي جاية ولكن عشان انتم عليكم مسئولية رسم السعادة على وشوش المصريين وده اللي تعودنا منكم ودي مسئولياتكم وده قدركم وده قدر النادي الاهلي اللي من يوم ما بناها اجدادنا ودي فرصتكم كمان الحقيقة انكم تكتبوا تاريخ جديد للمستقبل ان شاء الله ومن هنا كلمتي للجمهور الروح اللي اتكلمت عليها الروح الفنالة الحمرة مش بس في فريق الاهلي او لعيبة الاهلي او ادارة الاهلي الروح دي كمان في قلوب جماهير الاهلي الجمهور اللي كان لما بينادي علينا يا جماعة واحنا بنلعب كنا بننسى الحقيقة اي تعب بننسى اي اصابة كان بيصح فينا الروح الفنالة الحمرة وبيخلينا يعني نحاق المستحيل او نحاول تحقيق المستحيل كان بيخلينا ما نفكرش في حاجة غير ازاي نسعد الجمهور العظيم ده الجمهور ده بيثبت كل يوم انه جمهور واعي جدا وجمهور زكي جدا وجمهور مفيش في اخلاصه حد في الوقت اللي ممكن يتخلى عنك ناس كتير في الوقت اللي ممكن يتخلى عنك ناس كتير عمر جمهور الاهلي ما تخلى ابدا عن الاهلي وفعلا جمهور الاهلي هو حمى الاهلي الجمهور ده احنا اتحرمنا منه للأسف في مدرجاتنا بقالنا عشان كده من اول يوم لمجلس الادارة مجلس دارة هذه المسئولية كان من هدفنا او هدفنا الاولى ان الجمهور يرجع تاني مدرجات وقمنا بمقابلات كتير مع اجهزة الدولة المختلفة عشان نرجع الجمهور لمدرجات ونرجع تاني نلعب في استاد القاهرة الاستاد اللي شاهد اعظم انتصاراتنا واللي يشاهد على ان يكون نادي اهلي ده نادي القرن الافريقي ومن اكبر انديت الشرق الاوسط وحققنا فعلا تقدم كبير في اتصالاتنا دي ان احنا ازاي الجمهور يرجع ولعبنا في شهر مارس لو حضراتكم فاكريا اول ماتش على استاد القاهرة مارس اللي فات اول ماتش على استاد القاهرة هو فقنا انه نبتدي نلعب ولو بخمس الاف متفرج بس مشجع بس خطوة ونبني عليها خطوات تانية لغاية ما يرجع تاني الاستاد يتميلي بمئة الف متفرج لكن زي ما حضراتكم عارفين فيه كل اندسة وسطينا وافسازة المشهد وحرمت جمهور الاهل الحقيقي من حقه ان يرجع مدرجات زي ما كلنا عايزين وكمان ازت ابرياء كتير كانوا موجودين ورجعتنا احنا كمان للمربع رقم سفر لكننا ما استسلمناش ورجعنا نخطط تاني عشان نشارك في تحسين يعني تحسين المنظومة كلها ونحاول نسلح اخطأها وقابلت مع زميل في مجلس ادارة وزير الشباب والرياضة غير مقابلات تانية كتير بهدف اننا يعني نحاول تاني والحمد لله كان في خطوة اجابية وحصلنا على تصريح نلعب في وجود الجمهور باذن الله في استاد برج العرب الماتش اللي جاي اكيد دي مش تموحاتنا او العدد الجمهور ده مش تموحاتنا لكنها خطوة ولما تنجح باذن الله هنقدر ناخد خطوات تانية وتالتة مش هنائس لغاية ما نوصل لهدفنا الرئيسي باذن الله وبكل وضوح انا مش بقول ان خلاص الجمهور هيرجع ماتشاة الدوري قريب بالشكل اللي احنا نتمناه هنا بقى طلبي من الجميع يعني هيا محتاجين كلنا النهاردة اننا نعيش شعار الاهلي اللي تربين عليه الاهلي فوق الجميع الاهلي فوق الجميع اللي بيحب الاهلي بجد يعني بيبدي مصلحت كياني الاهلي قبل رغباته الشخصية وقبل نفسه انا عن نفسي بقى استحملت حاجة كتير لان الاهلي فوق الجميع وبالطبع الاهلي فوق محمود الخطيب ما بقى قابل ده طالما ان ده او طالما ان ده هي مصلحة النادي الاهلي لان شعار الاهلي فوق الجميع او فوق الجميع ده مش مجرد شعار لا ده اسلوب اتخاذ قرار عشان كده انا بطلب من حضراتكم في الماتش اللي جاي والماتشات اللي جاية لازم نسيب ورانا بره المدرج كل حاجة غير الاهلي ولما نبقى في المدرج نفكر بس في الاهلي نشجع فرقاتنا بس مش عايزين اي اساء لأي حد لأي حد النهاردة الاهلي محتاجكم في ظهره بالطريقة اللي تساعده وتقويه مش بالطريقة اللي تضعفه ومش عايزين نسمح لأي حد تابع او مقجور يعني ده اس وسطينا ويخلي بعضنا يخرج عن النص عايزين نهتف للأهلي بس عايزين جمهور بروح الفنلة الحمرة يا جماعة ده الضمان الاكيد ان التجربة يعني تكمل وتنجح بإذن الله فيه نقطة مهمة جدا جدا الجمهور وحشوا ان يشوف الاهلي في الملعب والاهلي وحشوا ان يشوف جمهوره في المدرجات والنهاردة اكتر من اي يوم الاهلي محتاج جمهوره الاهلي محتاج جمهوره جنبه وفي ظهره لان ببساطة جمهوره ده حماة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة